استمرنا لجهود الدولة المصرية الدعمة للشعب الفلسطيني الشقيقة نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة نفذوا أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطع غزة وقد تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة لناجمة عن استمرار العملات العسكرية بقطع غزة استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة وقد تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان استمرار تضفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة